بسم الله الرحمن الرحيم. العرب ان شاء الله جيلوا مكافأة مالية في شغلو ان شاء الله. او فلوس من اهله بابا مامته تزوجه هيجوزها هيديها عرشة جريئة كده ان شاء الله فيه فلوس جيالك. او الناس اللي عندها ورث متعلق او متأخر ان شاء الله دلوقتي حيبتدوا اه الدنيا تمشي وحيبتدي يجني فلوس. المهم انها فلوس من حد اكبر منك. الموضوع ده هيترتب عليه اه حالة مادية احسن في تطور في الحالة المادية ده ازاي بقى المجموعة الاولى في هنا تطور الحمد لله وتطور تاني بعدها. ما شاء الله. في علو شأن هنا. اه زي ما تقول اللي بيشتغل عنده طرقية. او اه في حالة انتصار. في حاجة هو بيعملها ومبسوط فخور بيها والناس بتبارك وبتهني. ويمكن المباركة والتهنيع دي يكون لحاجة تانية تخص ارتباط او زواج كمان. ما شاء الله. فيه كمان شايفة عيلة جديدة. اولا في الاول ارتباط وحب. الناس اللي قرادي في حالة ارتباط. شكل كده حيتم اه زواج. اه الناس الملطبطين قرادي شكل الحالة عندهم الحمد للعائلية مستقرة والدنيا يعني كويسة. اه العقرب عنده كمان اه ده بيوحي بقلك القوة بمعنى انت مش بتواجه كفاية يا عقرب مش بتطلع كل اللي عندك اه يعني لو حد جيه عليك لو حد زعلك مش بترد اه على طول. او مش مش بتاخد حقك مش بتتكلم بالطريقة المزبوطة. او ممكن يكون انت عندك بتتعامل مع شخص قوي جدا. اه. فقرة مش فقرة فقرة بالقاف. اه بتتعامل مع شخص قوي شخصيته قوية. اه. وانت مروضه. مروضه بحنيتك. وبعاليك وباتزانك. وبحاجات كده حلوة. عندنا كمان في عندنا حيرة من حالة من مبلغ مادي معين. افتكر انت لما ان شاء الله بازن الله حجي لك المبلغ المادي ده. تبعيز تجيب حاجة. هتفكر اجيبها دلوقتي ولا استنى? ولا الفلوس مش مكفية قوي فانت بتفكر اجيب الباقي منين? او فيه حاجة. فيه عملية بيع او شرق. اه. اه. فيه حاجة تخص المال شغالة عندك وشغالات جيمد جدا جدا وانت عمان تفكر فيها. فيه كمان ماشاء الله الحلة لماديه اللي بتتطور والترقية او اللي الشأن اللي حصل ده عمل لك قوة queen of swords بتقول لنا هي بتقول لنا انت بتاخد قرارات صعبة في مرحلة ان انت بتاخد قرارات صعبة اللي بتطلبه منك الكارت ده لو سمحت تصفي زهنك تماما قبل ما تاخد اي قرار لانه انت بتاخد قرارات مهمة دلوقتي وما تطلقش احكام على حد الا لما تكون فعلا واصل لمرحلة من يعني ايه يعني ما عندكش احساس معين ما عندكش مفعال شغال معين مش حاسس بغضب مش حاسس بحزن لان انا شايفة هنا في عملية في حالة حزنة شوية وانتناس في الذات ومركز جواك الحالة دي ما اعتقدش انها تخص شريك خالص تمكن تكون بتخص قرايب بتخص صحاب مكافأة الملايا خدتها النهاردة مبروك يا هودا مبروك الحمد لله فانت ايه تريس كده قبل ما تاخد اي قرار عايز اقول لكم الكاتل ده كان طلع عند الحوت وانا اختي حوت والحمد لله برضو جت لها الترقية وبعتت لي معينها بصراحة مش مقتنعة بايا خالص بس فقالت لي رأيتك طلعت صح وترقت فعلا الحمد لله طيب هلخص القراءة بسرعة فيه هنا مبلغ مالي حيجيلك مكافأة في عمل او آآ ورث متاخر ان شاء الله حتجنيه او ابو ام بيدو لولادهم او زوج بيدو لمراتهم مهم انه شخص اعلى بيدو اه بيدو حد الموضوع ده هيعمل لك الحمد لله امان وتطور مادي كويس بدا في هنا حالة آآ آآ تهنئة حالة آآ زي ما قلنا دي ممكن تكون ترقية كمان يعني مكافأة او ترقية بسم الله ما شاء الله آآ وتطور مادي اكتر بعدها الشكل هيحصل بها عندها ايه زيادة في المرتب مثلا مرتب هيزيد اكتر ففي تطور كمان في الحالة المادية آآ زي ما قلنا هنا في مرحلة تاخذ قرارات آآ مصيرية او قرارات مهمة في هنا شخصك قوي وزوشأن انت مسيطر عليه بعقلك وباسلوبك وبطريقتك الكويسة في هنا حيرة من ناحية حالة مادية معينة استنى اشتري دلوقتي ولا استنى نسيت اقول لكم الكاردة ناصحته جمع معلومات يعقرب قبل ما تقوم باي خطوة شايفة قدامي هنا حب الناس بس ده مش حب جديد ده حب قائم بالفعل ده مش علاقة جديدة ده ارتباط بس قوي شوية وحينجم عنه ان شاء الله بداية عيلة جديدة بازن الله ان شاء الله كلامك صح باشكرك يا جينا وهنا بس انت زعلان من حاجة منغمس في ازافك مستني حد يصلحك يعني يمكن يكون حد يزعلك غلط فيك بس بدل لما تزعل لو هو الوضع كده ارجوك واجه لان ده كمان بيدل على قلة المواجه. طيب. طيب بقول لك ايه رشد انت بعتلي كزا يعني بعتلي سكرينشوت فيها كزا حاجة ابص على انه سؤالي. مش ممكن مش ممكن هارد علي اكيد انت بعت هالي عشان سؤال واحد. كلمك صاحب جد هارون بشكرك جدا جدا. تونة انا اللي بموت فيك يا روحي بشكرك. عاطف زمانتي عايز اعرف التور التعامل انسة مع اقرب رجل. تور مع اقرب رجل. بصوا يا جماعة طريقة التعامل دي انا مش يعني انا مش مليش فيها الصراحة. معرفش اقول لك بتعمل ازاي. انا ليه كروت بقراها باخد منها طاقة معينة. واقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي. انما ده سؤال يعني جانرال قوي انه مقدرش اقول لك صراحة انا اسفل. حاليا عنده زحمة افكار. اوكي كويس قوي. طب طالما في زحمة افكار ما ناخدش قرارات مهمة. نستنى لما الدنيا تهدى شوية والزحمة دي تخف. وعليكم مثلان يا خلود اهلا اهلا. مسي يا سالمة عالهارتس الحلوة دي. اه بالقرام ده مريضة. مسي جدا يا احمد انت حضرتك بتكل لنا بالنسبه لك مرضى. طيب شكرا. اوكي وطلع من طلع بره احمد الحمد لله. فعلا مثلانية بلوس بازن اللي جاية يا نونة. حصل فعلا كويس يا جوجة. اه. وانا كمان خدت مكافأ بالليل نهاردة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صح انت رهيبة. نايس. نايس نايس نايس. اوكي. حلو قوي. تمام. ادلو احمد احنا بنقول برج واحد في اليوم النهاردة ويوم العقرب. ادلو لأ ان شاء الله الابراج هتتقل كلها هتتعاد تاني الشهر الجديد. طيب. ناخد بقى ايه? الحلوة العطشة فيه. بتاعت المجموعة التانية. كلهم. طب ده ايه يا روشد? انا مش فاهمة حبيبي يعني دي اسئلة ولا ايه? طيب. ده كلهم نفس الحاجة اصلا? اه حاضر. ماشي. طيب لما انخلص بس ايه? اوكي. لا 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 ما تبتبهاش ولا حاجة. زي ما انت بتعمل كده تمام. العقرب كله يا جانا. كله كله. كلها كلها. طيب الحاجة العطف ايه. معيش يا جماعة لازم اخد وقتي بس في التفنيط. التفنيط ده مهم جدا جدا جدا. مرضة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتركوا في القناة. ما لكو يا عقرب في ايه لا في ايه بجد حقيقي ايه لا معلاش في ايه اي مش شافي اتعليكي لي ايه اه اي لا انا مش قدر طبعا اشوف تعليق كل الناس فا وفوس القراءه مبشوفش تعليقات خالص معاك ومعاك الادمنز راشد وولاء الحمدلله يعني ربنا يقدرهم بحاول يردوا على اكتر قدر من الاسئلة محدش يزعل لو ما بشوفش تعليقه لان في كروت انا ببص عليها ولازم تبقى عيني عليها. متزعل بشي. طيب العقرب عايز ايه? العقرب في حالة انسحاب عايز يانسحب وعايز ياد يفكر لوحده زي ما انتم شايفين في الكارت كده. اه طالما ما طلعش الكارت يقول ان الصحة ما فيها مشكلة يبقى الحمد لله الصحة قويسة جدا ان شاء الله اللي كان بيسأل عن الصحة العقرب. الحمد فهو حابب يانسحب وحابب يفكر لوحده. من غير تأثير الشريك عليه. نفسه في ايه كمان? ممكن يكون ده حملة متاخر. اه نفسه في دي بتاعت الخصوبة. نفسه في مولود. او نفسه في حب غير مشروط يعني هو عايز حب من نوع معين حب الام الابنها يعني حب كده اللي هو ايه? مفيهوش اي مصالح مفيهوش أي خذوهات يعني حاجة روحانية بحت. زي ما قلتلكو يوم يعني برج حالم او شايف شريكو ازاي شايف شريكو مجروح حزين زعلان بينطب حوص يعني عندو في حالة ندب الطاقة عندكو متقلبة جدا طالع نسبة شوية كويسة شوية كويسين شوية وعشين لكن متقلبة جدا شريكك عايز ايه شريكك عايز مرحلة جديدة يعني هل هو قرب يتخلى عنك قرب يفقد الامل انا حاس ان هو قرب يفقد الامل خلاص لانه بصه سيوف كتير قوي خلاص تعبك هو فعلا متقزم زي ما انت شايفه فعلا بالزبط حاضري عايزي شايفك ازاي شايفك بقيت غامض يعني بقيت ساكت ما بتتكلمش اما ان انت بتخبي عليه حاجة حاجة من الاتنين يا اما بتخبي عليه شيء في ايه دلوقتي في حالة هروب ده اما انه مش عايزين تجراحوا بعض او فيه طرف مش عايز يجراح تاني بيفضل يسكت حالة هروب يعني بتتجنبوا بعض شايفوا الموقف صعب انتو في موقف صعب ده بيدل على موقف صعب وابتديته تتوجهه نحو ربنا ونحو الدين وزي ما تقوله كده بتطلبه مساعدة ربنا في الموقف اللي انتو فيه وهو مفيش احسن منه يساعدك طيب فيه كمان عندي الموضوع بتده يدخل فيه اطراف كتير اما دي عقبات بتواجهكم او دي خناقة بقى خلاص كبت ودخل فيها اشخاص كتير اوكي هدخص القراءة بسرعة اعمش عافف اعمش عافف اقول لكم ايه الوضع سيء جدا ده اللي انا شايفاء اللي يا جماعة اللي مش منطبق عليه الكلام ده ياريت ما تسمعوش القراءة حتى لو دي مجموعتكم ما تسمعوش الكلام خالص صح جدا احيب دي حقيب احيب ماشي طيب صح الصح فعلا طيب هعيد الحلاخص القراءة اللي عقرب في حالة انسحاب واحابب ان هو يعدي فكر لوحده نفسه في حب غير مشروط حب الام اللي ولادها اا او القب يعني اللي ولاده حب حقيقي يعني نبع من القلب او ممكن يكون مثل نفسه في مولود شايف شريكه زعلان وقلبه مجروح الطاقة ما بينكم متقلبة جدا طالعة نازلة في هانا بايج او سوردز اا الشريك عايز مرحلة جديدة ونفسه القلم يخلص نفسه القلم يقف لانه متقلم جامد وشايفك بقيت غريب عنه وبتتغير عليه وبقيت حتى حاس ان انت بتخبي عليه في حالة هروب دلوقتي بتهربوا من مواجهة في موقف صعب تخيل عليه وبعدها شايف اخناقها تحتد والدنيا هت هاا هتزيت اكتر طيب تعلمت منطفي وراح تريد ان نقصح قيد لان discs طيب released طيب ايه الحال وما الحال نعمل ايه نعمل ايه في الموقف ده اوكي نعمل تعملوا ايه horizontal المجموعة دي كمان معلاش انا محتاجة تزوت لها كم كارت لان برضو الحالة يعني متهببة يعني لكده اسمه دي حالة متهببة العقرب مفروض يعمل ايه طيب انا شايف ان العقرب محتاج انه هو هقولكو حالا هيعمل ايه اولا ابنتدي سيطر على نفسه بقع شوية سيطر على نفسه وسيطر على نقف يعني هنشوف المشكلة مثلا اساسها فين اساس المشكلة واخلي م��ة لك من الاساس دي عرب عشان انت بتبص على حاجات بره كده وببتخدش بالك من المشكلة الاساسية بص المشكلة الاساسية فين وسيطر عليها حلها حل دي حل المشكلة دي يعني ايان كانت انا مقدرش هادي حصيضي مسال يحسم الموضوع لو هو مسلا مشكلة ولادة متأخرة حملة متأخرة روحتوا للدكاترة بتاعتكم وزبطتوا الحاجات بتاعتكم كلها عملت كل اللي انت ممكن تعمله في الموضوع ده اه عملت خلاص نفيش امل اه خلاص ماكيش امل نتواجه يعني معه هو ده واحد اتنين ثلاثة وده اللي عندي وده اللي هيحصل طب كذا كذا انهي الموضوع امسك زمام الامور فاهم قصدي ده مسك زمام الامور بعدين هنبتدي بقى نهدر شوية دي طاقة روحانية شوية دمون طاقة الامر يعني نبتدي نتنفس بالراحة نبتدي نتعبت شوية نبتدي ندخل جوه ذاتنا شوية وندور جوانا كده ناخد وقت ان شاء الله حتى نصف ساعة في اليوم ده نعودوا كده لوحدوكو شوية في الجو هادي وتحاولوا ان انتو تدخلوا جوه فكروكو خشوا جوه فكروكو هانتوا ليه بعمل كده والشريكي بيعمل كده ليه بهدوء وحاولوا توصلوا لحل الموضوع مش منتهي في مشاعر جديدة وفي مولود جديد يعني الناس اللي عندها مشكلة مولود بإذن الله في مولود جديد بس محتاجين نمسك زمام الأمور محتاجين نعمل حاجات بأيدينا يعني بص وماسك بأيدي حاجات وابتدى يتحرك حركة نبتدي نتحرك ده كمان بتوحي بالحركة نبتدي نتحرك نبتدي نتأمل نفسنا شوية ونتأمر أخطأنا كمان يا جماعة نواجه نفسنا بأخطأنا غلطنا في واحد اثنين ثلاثة نبتدي نصلح بعدها النهاية حلوة جدا كراء ما شفتش اللي هيقولي فيه انفصال احنا سبنا بعض انا مش شايف انفصال مش شايف انفصال ان شاء الله شكرا